السلايد اللي بعده بيشرح لنا التبرير في حياة إبراهيم فممكن نشوفه مع بعض برضو ليه؟ لأنه هنشوف التبرير في حياة إبراهيم ممكن نرد خطوة خطوة جدام الله وبعد كده التبرير جدام الناس فالخطوات التالية نشوفها مع بعض السلايد ونشوف الآيات اللي بتقول الكلام ده فإبراهيم تبرر قدام الله وتبرر قدام الناس السلايد اللي بعده الشاهد إبراهيم تبرر قدام الله في سفر التكوين أصحاح 15 نعم فآمن بالرب فحسبه له برا هنا كيف تبرر قدام الله آمن وده تكوين 15 واللي بوليس بيستشهد بها في روميا لكن كيف تبرر قدام الناس الخطوة التالية في عقوب 2 ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إسقدم إسحاق ده تكوين 22 يبقى إذن في تكوين 15 تبرر بالإيمان قدام الله في تكوين 22 برهن على تبريره بتقديم إسحاق هنا في تكوين 15 بالإيمان الباور بوينت الخطوة التالية هيورينا فإذن كيف تبرر قدام الله بالإيمان تكوين 15 كيف تبرر قدام الناس بالأعمال الخطوة التالية هنشوف أن ده حالة داخلية وده حالة خارجية فعشان كده الحالة الداخلية والحالة الخارجية شكرا فعشان كده إبراهيم طبعا في تكوين 15 كان خارج من الحرب اللي فيها أنقذ لوت ولوت المسكين بعد ما انتهت الحرب رجع سيدون تاني وفي نفس الوقت الملوك اللي حربهم إبراهيم ممكن يرجعوا يجمعوا شمل الشيوخ الجيوش آسف ورجعوا حربه إبراهيم فإبراهيم الله ظهر له وقال له لا تخاف أنا ترسل لك أنا أجرك الكثير إبراهيم قال له هتديني إيه وأنا عقيم وملك بيتي هو العزر الدمشقي فكان إبراهيم في الخيمة ورب يكلمه فالرب قال له طب تعال بر الخيمة يلا بص الفج عد النجوم هكذا يكون ناس لك فآمن إبراهيم بالرب فتبرر أزيلت الخطايا من حسابه وأضيف البر إلى حسابه تكوين 15 حال الداخل كيف برهن إبراهيم على تبريره ولد إسحاق وجاء إسحاق والله جاله خد إسحاق ابنك جدمه زبيحة ما ده يا رب اللي أنت قلت له هكذا يكون ناس لك كنجوم السماء عايزنا أقدمه زبيحة آه فهمت فهمت إذن الله سيقيمه فخد ابنه عشان يقدمه زبيحة ده بيبرهن على تبريره أيها بيبرهن على إيمانه هنا أعمال الإيمان آمن بالذي يحيي الموتى نعم ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة نعم